تنفذ قوات الشرطة العراقية في محافظة البصرة حملة لمطاردة مهربي ومروجي المخدرات التي تدخل العراق عبر حدود المحافظة مع ايران حيث تمكنت قوات الامن خلال الايام الماضية من ضبط اكثر من عشر حالات متعلقة بتهريب وتجارة وحيازة المخدرات القادمة من ايران واكدت شرطة الجمارك ان اغلب المواد المخدرة تدخل الى البصرة عن طريق الحدود مع ايران حيث اكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ان قوة من شرطة الجمارك تمكنت من ضبط الاف الحبوب المخدرة بحوزة مسافرين قادمين من ايران عراقيين وايرانيين ويعزو مراقبون انتشار المخدرات الواسع في محافظات جنوب العراق الى اسباب عدة اولها امني متعلق بالثغرات الموجودة في المنافذ الحدودية التي تتيح وصول المواد المخدرة الى اكبر عدد من السكان والسبب الاخر هو اجتماعي اقتصادي تسببت به البطالة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب الامر الذي يدفعهم باتجاه المخدرات ورغم استمرار محاولات القوات الامنية لضبط الحدود العراقية الايرانية لمنع تدفق المخدرات اليها لكن يبدو بحسب مراقبين ان هناك شخصيات عراقية وايرانية متنفذة هي المسؤولة عن ترويج وتهريب المخدرات الى العراق فراس الدوليمي الاخبارية بغداد